اللبنانيون ضاقوا ذرعاً من الخناق المفروض عليهم حرب وتهديدات بإعادتنا إلى العصر الحجري ولسخرية القدر وحينما تكون الهجرة بديهية في مثل هذه الظروف تسمع بخبر مفادها أن الطائرات هاجرت من لبنان فالطائرات التي من المفترض أن يهاجر اللبنانيون على متنها هاجرت هي إلى قبرس وتركيا والأردن فارغة هربت من الحرب المتوقعة وبقي الناس في المجهول وفي التفاصيل فإن شركة طيران الميدل إيست قررت تخفيض عدد رحلاتها من وإلى لبنان بعد قرار شركة التأمين البريطانية التي تتعامل معها الميدل إيست تعديل مستوى المخاطر على بوال استأمين أسطولها فقامت الميدل إيست بإلغاء عدد كبير من الرحلات لأن شركة التأمين أعطتها ثقف تخطية يشمل 20% من طائراتها فقط وبالتالي علقت الميدل إيست 80% من رحلاتها حيث من أصل 24 طائرة لا يزال هناك 6 طائرات فقط في الخدمة وهذا ما أثار بلبلة وخوف اللبنانيين من أن يبقوا سجناء في لبنان بحال اندلعت الحرب ولكن أين تقع مسؤولية الميدل إيست وأين أخطأت؟ ما كان فيه تفسير أو مبرر كافي غير أن الشركات الأجنبية طلبت هذا الشيء أنا ما بقدر اليوم طيران الوطني اللي هو جزء منه مملوك من مصري في لبنان وما عندي غيره بلبنان نحن يريت عنا بلبنان أكتر من شركة طيران واحدة بس اليوم لما بتاخد قرار مثل هيدا نحن أول شيء كوزارة مسؤولة عن قطاع التأمين طلبنا توضيح ودعينا شركات التأمين لنفهم هن شو تاريخ تعاملهم مع الميدل إيست هن هل قاعدين حكيم مع الميدل إيست هل أخذ الميدل إيست منه النصيحة هل الميدل إيست راجع على لجنة الرقابة على شركات التأمين عيلت لها أنا بدي أعمل عقود واحد اتنين ثلاثة بترتب علي هل مخاطر ممكن ناقش بهالما كله هيدا ما كان موجود أنا ما بمشي حسب شركة الإنشورنس شو بده هوني كان الغلط أنا الخبراء اللي عادت معهم وأكبر شركات تأمين بلبنان قالوا لي أنه ممكن الميدل إيست كانت تعمل مفاوضات أفضل وتقدر تتفق مع شركات التأمين مش بتمشي بقرارات شركات التأمين وتبريرا لما حصل أكدت مصادر الميدل إيست في حديث عبر سبوتشوت أن شركة التأمين تطالب بتزديد كامل مبلغ الكفالة والذي يتخطى نصف مليار دولار للإبقاء على بوالس التأمين كما كانت عليه إلا أن ذلك يتطلب كفالة الدولة غير القادرة على دفع هذا المبلغ فأصبحت الشركة لا تملك إلا حل تخفيض عدد الطائرات أنا ما حفوضت كتير بتفاصيل إمكانيات الميدل إيست لأنه نحن بنعرف أن الميدل إيست إمكانياتها كبيرة شركة الميدل إيست اليوم بدأت قللي إذا عم تصف بأبرس والتركية هذه الأمور ما بتكلف مئات لألاف أو ملايين الدولارات على الشركة أكيد بتكلف وما بدي فوت بكل تفاصيلة لأنه بعرف تكاليفة وبعرف أنه بتعديلات بسيطة مع شركات التأمين الخارجية كنا تلافين كل هالموضوع والسؤال اليوم ماذا لو فضلت الميدل إيست التعامل مع شركات تأمين لبنانية بالتوازي مع شركات أجنبية وهل كان هناك تعامل على مر السنين؟ لا، الميدل إيست لا لديها تأمين مع الشركة الميدل إيست ولا صار في اتصال بهالخصوص نحن من الزمان وجاية من قبل حكينا مع رئيس مسئل إدارة لحتى نجرب ناخد تأمينات الميدل إيست ما رفض ولا مرة كانت الميدل إيست مأمنة بلبنان مع شركات تأمين لبنانية هلأ أنا نقول نكون وعيين شركة لبنانية واحدة ما فيها تحمل هالعبع كله اليوم بد يكون فيه مثل بول ناخد حصة صغيرة بس كما كان فينا نكون نحن عم نتطلع على نكون مثل مستشارين إذا بدك أكتر للشركة الطيرانية اللي هي تبع لأننا نحن بقدمة لبنان أكيد وهنا تجيب مصادر الميدل إيست بالقول تاريخ شركات التأمين في لبنان ليس إيجابي فهي معروفة بالمطمطة وتأخير دفع مبالغ التأمين والشركة الميدل إيست لا وقت لها لأي تأخير في هكذا معاملات بسبب طبيعة عملها ولكن ماذا عن قرار إرسال الطائرات إلى مطار لإليعات؟ هذه في كتير طلعوا تفاجلكوا فيها بالإعلام إنه شوها الخبرية اللي خبرنا إياها وزير الاقتصاد على مطار لإليعات أنا ما كانت فكرة مطار لإليعات هي فكرة تزاكي على الميدل إيست لأن اللي بديو يطلع يضربك بمطار بيروت بيطلع بيدربك بمطار لإليعات فاللي فهمها مني عقله كتير محدود أنا كانت فكرتي إنه ليش بدنا نضل ببلد نحنا إنه في مطار واحد بالوقت اللي عندي ثلاثة يعني عم نلطش لطوع الناس وضيوع المسؤولين بهالدولة إنه ما بقى فينا نضل شركة وحدة ومطار واحد وقرار واحد وتتحمل الناس كل هالشي وأنتم أيها المشاهدون كيف تعلقون على قرار الميدل إيست شاركونا تعليقاتكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة